كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد استقبل الرئيس الألماني فرانك فالترشتاين ماير في قصر الاتحادية وبدأت مراسم الاستقبال الرسمية بعزف الموسيقى العسكرية للسلام الوطني للبلدين وأعقب ذلك جلسة مباحثات مغلقة بين الرئيسين أعقبتها جلسة موسعة بحضور الوفدين الرسميين استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية رئيس ألمانيا للتحادية فرانك فالترشتاين ماير الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر برفقة وفد موسع من رؤساء كبرى الشركة الألمانية حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عصف السلامين الوطنيين ذكر المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات مغلقة أعقبتها جلسة موسعة بحضور الوفدين الرسميين حيث أعرب السيد الرئيس عن ترحيبه بزيارة الرئيس شتاين ماير الأولى لمصر والأولى لرئيس ألماني منذ 25 عاما مؤكدا تقدير الشعب المصري للصادقة الوثيقة مع الشعب الألماني من جانبه أعرب الرئيس الألماني عن اعتزاز بلاده بمصر قيادة وشعب منوها إلى تقدير ألمانيا للتجربة التنموية المصرية خلال السنوات الماضية على الرغم من الصعوبات العالمية والإقليمية ومشددا على حرص بلاده على مواصلة تعزيز علاقتها مع مصر في مختلف المجالات اللقاء شهد التبحث حول مختلف الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها تطورات الحرب على قطاع غزة حيث أكد السيد الرئيس في هذا الصدد ضرورة الوقف الفوري للحرب الدامية التي تسببت في كارثة إنسانية فضلا عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وتنفيذ حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية وبوصفه مسار تحقيق السلام والأمن المستدامين بالمنطقة ترجمة نانسي قنقر